استعدت مطرنية الأقباط الأرض وزكس بالوادي الجديد والواحات لستقبال عيد الميلاد الجديد المجيد وسط إجراءات احترازية في كل من كنيسة السيدة العذراء مريم بالواحات الخارجة وماري جيرجس بالواحات الدخلة وماري مينا الواحات الفرفرة والعذراء والبابا كارلوس في قرية النهضة وأشار أسقف كنائس الوادي الجديد الأنباء أرسانيوس بأن مصر في الجمهورية الجديدة لا يوجد فيها مسميات وتصنيف للإنسانية بين مسلم ومسيحي ولكن الوطن للجميع واحترام الأديان هو الثابت في كل الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والعمل والإنتاج والارتقاء بالوطن بالنسبة للإستعدادات المطرنية كل الكنيسة عندنا في المطرنية هتصلي صلوات عيد الميلاد المجيد مع اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد واستغلال جميع الأماكن الفارغة في الكنيسة علشان خاطر نمر هذه الأيام بخير وكل سنة وحضرتكم طيبين اشتركوا في القناة